موسيقى موسيقى جولة اخبارية جديدة تأتيكم من اون لايب اهن بكم اهن بكم مشاهدين الكرام لأولى نشراتنا المفصلة لهذا اليوم تبدأ اليوم رسميا الحملة الدعائية لمرشحية رئاس عبد الفتح السيسي وموسى مصطفى موسى وذلك بحسب الجدول الزمني للهيئة الوطنية للانتخابات كانت الوطنية للانتخابات قد اصدرت امس القائمة النهائية لمرشحية رئاس المقبولين في الانتخابات الرئاسية حيث من المقرر ان تتواصل الحملة الدعائية حتى الثالث والعشرين من مارس المقبل الى هذا اكد ائتلف دعم مصر انه بصدد حراك واسع لدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال عقد نحو خمسين مؤتمرا جماهيريا موسعا في محافظة مصر هذا وقد عقدت القبائل العربية في مصر وحملة كلنا معاك من اجل مصر مؤتمرا جماهيريا حاشدا للاعلان لدعم وتأييد الرئيس لفترة رئاسية ثانية بدائرة الصف بمحافظة الجيزة مؤتمر جماهيري حاشد عقدته القبائل المصرية وحملة كلنا معاك من اجل مصر لإعلان دعمهم وتأييدهم من الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية تحت لعاية النائب على عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب وهو النائب عن دائرة الصف بمحافظة الجيزة وشهد المؤتمر مشاركة كبيرة من ابناء الصف بالجيزة كما حضر عدد من قيادة القبائل فيما عدد المشاركون إنجازات الرئيس السيسي خلال فترات الرئاسية الأولى وأبرزها مشروع قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية والمزالة السمكية بالإضافة إلى تطوير شبكات الطرق والبنية التحتية النائب على عابد أكد أن محاربة الإرهاب وتصد الرئيس لمخططات إفشال الدولة المصرية كان من أبرز الإنجازات التي نجح فيها الرئيس على كل المشككين أوعوا تسمعوا كلام حد من الخوانة الخوانة اللي كل يوم شغالين ضد الدولة أوعوا أوعوا تسدقوا حد يطلع يقولك فيفا سيد ولا الدولة لا الدولة بتسير وبقوة المؤتمر صلت الضوء على عدد من المشروعات القومية التي قام بها الرئيس السيسي ومنها مشروعات الطاقة وتوليد الكهرباء ودخول عصر الطاقة النووية عن طريق محطة الضبع النووية وفي زمن قصير فقد تحقق الكثير من المشروعات الوطنية ومنها على سبيل المثال للحصل إنشاء وتطوير شبكة الطرق القومية إنشاء أكثر من محطة لتوليد الطاقة النصيفة المحطة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مدرونة تشغيل أكثر من تلتويت مصنع وعادة تأهيل وتشغيل مصانع الحديد حفاظا على عمال مصر ودعما للإقصاد الوطني عندما نتحدث على خريطة شرق الأوسط واللطن العربي نجد عواصم قد سخطت فكلنا فخ نحن على الطريق سائرون نبني عاصمة إدرية جديدة نبني عالمين جديدة نبني اسمالية جديدة دميات جديدة أسوان جديدة ويزالك كله وإحنا برضو بنحارب بنحارب إرهاب أسود لعين حل على هذا الوطن إنجازات رغم التحديات هكذا جاء العنوان العريض لمؤتمر حملة كلنا معاك من أجل مصر والذي أعلن دعم الرئيس السيسي لتولي فترة رئاسية ثانية لاستكمال مسيرة البناء والتنمية في المقابل يعقد المهندس موسى مصطفى موسى المرشح للانتخابات الرئاسية رئيس حزب الغد اجتماعا اليوم في أول يوم لانطلاق الحملات دعائية الانتخابية وأوضح المهندس موسى أن اجتماع اليوم سيؤقد بحضور عدد كبير من أعضاء حزب الغد وقيادات بالمجلس المصري للقبائل العربية وذلك لبحث الترتيبات الخاصة بالدعاية الانتخابية مضيفا أن الاجتماع سيناقش أليات تحرك الحملة وتنظيم المؤتمرات الجماهرية خلال الأيام المقبلة موسيقى توصل القوات المسلحة والشرطة عملياتها الشاملة سيناء 2018 لليوم السادس عشر على التوالي وتستهدف العملية مواقع العناصر الإرهابية ومخزنها وأوكارها في محيط العمليات كما تقوم القوات باكتشاف وتفجير العبوة الناسفة التي تتم زراعتها في المحاور المختلفة فضلا عن مواجهة الإرهابيين والقبض على المشتبه بهم من التكفيريين والجنائيين وذلك في إطار تطهير سيناء من الإرهاب والعمليات الإرهابية تستضيف محافظة الأقصر غدا مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزراء يعد المؤتمر واحد المحاور الاستراتيجية التي تتبنها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصرين في الخارج وتهدف من خلاله لربط أبناء مصر المتميزين على المستوى الدولي بالوطن المزيد حول جدوى الأعمال للمؤتمر وأهم جلساته في هذا العرض المعلوماتي مع حسن بشير أهلا بكم تشهد محافظة الأقصر فعالية مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل وتنظمه وزارة الهجرة وشؤون المصرين في الخارج برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي المؤتمر يستمر على مدار يومين هما الخامس والعشرون والثالث والعشرون من شهر فبراير وقد دعت الوزارة لحضور هذا المؤتمر ثلاثة وعشرين عالما وخبيرا مصريا في الخارج في مجالات الزراعة المارد المائية تطوير المجتمعات الزراعية والطاقة المؤتمر يشمل اثنتين عشر جلسة على مدار أيام انعقادة هذا المؤتمر يبدأ أعماله بالجلسة الافتتاحية يلقي فيها عدد من الوزراء كلماتهم يعقب ذلك عقد جلسة آليات تعظيم الاستفادة من المارد المائية المتاحة ثم جلسة تكنولوجيا اقتصاديات ومعالجة المياه المشاركون بعدها يبدأون جلسة التحديات المائية في ظل التغيرات المناخية إضافة أيضا إلى جلسة الإدارة المستدامة لمضومة الري والصرف يليها جلسة مضومة أمن المياه والغذاء والطاقة وتأثيرها الهائل على التنمية المستدامة يشهد هذا المؤتمر أيضا جلسة فرص استخدام الطاقة المتجددة في مجالات الري والمجتمعات الجديدة جلسة تطبيقات تكنولوجيا الفضاء في مجالات المياه والزرعة يلي ذلك عقد جلسة الاستثمار والشركات المحلية والدولية في مجالات المياه ثم جلسة الريف الجديد والطريق إلى مجتمعات الريفية المستدامة بعدها تعقد جلسة بعنوان التوعية والإنشاد وبناء القدرات في المياه والزرعة هذا المؤتمر يختتم أعماله بعد ذلك بالجلسة الختامية عقب أن تها الجلسات يقام حفل ختامي في معبد الأقصر وبذلك نكون قد رصدنا لكم أبرز فعاليات وجلسات مؤتمر مصر تستطيع بأبناء النيل الذي يعقد في محافظة الأقصر شكرا وإلى اللقاء مشاهدين الكرام النشرة ما زالت مستمرة وبعد فاصل قصير نعود لنستكملها بأمر الله أهلا بكم من جديد بعد هذا الفاصل ودائما مرحبا مجددا إذن يصوت مجلس الأمن دولي على مشروع قرارنا اليوم يخص وقف اطلاق نار في سوريا لمدة شهر وكان المجلس قد أرجى التصويت خلال جلسته أمس وسط خلافات في مفاوضات لحظة الأخيرة على نص مشروع القرار الذي اقترحته السويد والكويت حيث طلبت روسيا بضمنات بألا يقصف المسلحون المناطق السكنية في دمشق إلى هذا دعا الاتحاد الأوروبي لوقف فوري لإطلاق النار في الغوطة الشرقية وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل وتشهد الغوطة الشرقية غارات مكثفة منذ ستة أيام أسفرت حتى الآن عن سقوط قرابة خمسمائة قتيل فضلا عن نحو ألفي مصاب يأتي هذا فيما أفادت مصادر سورية بأن الجيش السوري يعزز من وجوده العسكري في محيط المدينة وسط توقعات بشن هجوم بري على المدينة في وقت قريب ولمزيد من التفاصيل معنا من دمشق العميد دكتور علي مقصود الخبير العسكري والاستراتيجي مرحبا بك سيد الكريم الحديث عن ما دعا عليه الاتحاد الأوروبي وأيضا مجلس الأمن لأن يكون هناك وقف لإطلاق النار في منطقة الغوطة الشرقية تحديدا ما هي التفاصيل وإلى أي مدى ستصل هذه القرارات إلى حل عاجل لهذه الأزمة في الغوطة الشرقية نعم في الحقيقة استطيع أن أكون بأنها مواجهة ومعركة حقيقية على الصعيد الدبلوماسي بدأتها تاجد الدول التي تفضت أخلاقيا وتواجه نفسنا من الانفطاق الأفلاقي هذه الدول التي ترشلت في تفقيق أي من أحداثها التفاصيلية لا فيما التفكينية في سوريا عبر هذه الأدوات الأرهابية وعندما انتقلت إلى أن تمارس اعتباءاتها بالأطفال فأيضا واجهت مواقف وتصدي لها وبالتالي بدأت ملامح الهديمة لهذه الدول ترتكم إن كان على المسار العسكري وإن كان على المسار السياسي والدبلوماسي بعد أن نفذ وعقد مؤتمر سوتي التي أثقت كل هذه الأكاسيب والزرائع والأوهام وحققها طوارا وطنيا سوريا سوريا فضرته كل انفعات هذا على الصعيد السياسي ولكن ميدانيا وعن التطورات العسكرية يعني هناك مفاوضات تروح مكانها الآن في مجلس الأمن وروسيا تشترد بأن يكون هناك وقف لهذه العناصر المسلحة التي تقصف دمشق في مقابل أن يكون هناك توقف لهذا الإطلاق النار على الغطة الشرقية نعم أنا أتحدث في هذه الصياة لذلك عندما حشب الجيش هذه القوى والوفائف الكثيرة بتشريب القرار الذي تخذ على المسار والسياسي ببقر هذه الدمنة وطوري نفس الأرهاب في محيط العاصمة دمجل بعد هذا الاستهداف الذي جثب الأوالر الصابرة عن طرفة بوقت الأردن ومن كل هذه الدول بأن يكون هناك إيناما للشعب السوري وضغط البنى التخصية في أحياء مدينة دمجل ضبط عن الحكومة السورية وعدم الذهاب إلى إنهاء هذا الوجود الإرهابي في العاصمة دمجل كما فصل في معركة حنف منذ عام 2016 لذلك أنا أقول لأن منامح أزيمة وإنهاء هذه الدمنة وهذا المنامح بالحقيقة أصبحت في الميدان فائمة ويمكن بالجيس بأي لحظة أن يبدأ في هذه العملية ويحسبها خلال أيام بالطبع دكتور علي يعني الانتصارات التي حدثت من قبل الجيش العربي السوري في مدينة حلب وتطهيرها من كافة الجماعات الإرهابية بالطبع ألقت بظلالها على المفاوضات السياسية بعد ذلك ولكن ما بين الحين والآخر تتغير قواعد اللعبة والاشتباك في سوريا الحديث الآن عن الغوطة الشرقية نعم نعم الغوطة الشرقية كما قلت فيها بقيت الورقة الوحيدة للضغط على القيادة السورية لأنهم فقدوا كل أوراقهم والورقة التي دعبت بها أمريكا عن الورقة الكردية بدأت أيضا تتصاقف وخفصا بعد أن تغلبت وقتات السماية الكردية وقياداتها قياداتها في أفريل بدخول الجيش وبدأت الحشود الشعبية تدخل فأمريكا بدأت أفضل كل مفوضها ودورها وموقعها في سوريا لذلك تردروا أن يصعدوا من المواجهة الدبلوماسية وعقد بجلسات عديدة بمجلس الأمن بالضغط على رئاسة الجمهورية وعلى القيادة السورية هذا هو وعيبا على روسيا باعتبار أن هذه المرحلة هناك تحضيرا لانتخابات روسية أيضا يعتبرون بأن الموقف الروسي سيكون ضعيفا إلى حد معين ولكن الحقيقة يعني للأسف دكتور علي أتصايد العسكري والسياسي مازال مستمر ولكن لابد أن يكون هناك حل عاجل لحقن دماء الشعب السورية في كافة الأراضي السورية نشكر العميد دكتور علي مقصود الخبير العسكري والاستراتيجي نشكرك جزيل الشكر قتل مدنيان ووصيب أخرون في قصف للجيش التركي على ريف عفرين شمال سوريا هذا وسيطرت فصائل المعارضة المدعومة من أنقرة على قريتين جنوب عفرين وغربها بعد اشتباكات مع الأكراد وفي المقابل تمكن الأكراد من تدمير عرابتين للجيش التركي كذلك من قتل مقتل من فيهما شمال عفرين وفي سياق آخر أعلان تحالف دولي بقيادة واشنطن شن أكثر من تسع غارات على مواقع لتنظيم داعش قرب مدينة البوكمال بريف دير الزور الشرقية وفي اليمن قتل 46 من ميليشيات الحوثي باليمن في مواجهة بالسحل الغربي مع المقاومة اليمنية المدعومة من القوات الإماراتية المشاركة في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تركزت المواجهات بالقرب من مفرق الجراحي جاب الراس ومناطق شمال حيس بالإضافة إلى طريق ممتد نحو الجراحي وفي سياق متصل قسفت مقاتلات التحالف العربية تعزيزات عسكرية في مزارع تتحصن فيها ميليشيات الحوثي شرق الجراحي وفي جبل راس اعتبرت القيادة الفلسطينية القرار الأمريكي نقل سفارة الولايات المتحدة من تل أبيب إلى القدس في مايو المقبل إنما يشكل استفزازا للعرب جاء ذلك ردا على تصريحات أدلت بها المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مفادها أن مقار سفارة الأمريكية لدى سلطات الاحتلال سينقل رسميا إلى القدس في مايو المقبل بالتزامن مع ذكرى السبعين لقيام دولة الاحتلال إعلان مفاجئ بفتح السفارة الأمريكية في القدس في مايو المقبل تزامنا مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل تبعه غضب فلسطيني الخطوة المبكرة اختيار الإدارة الأمريكية لذكرى النكبة للقيام بهذه الخطوة مخالفة فاضحة للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة إضافة لاستفزاز مشاعر جميع العربي والمسلمين في اختيار هذا الموعد وهو أمر يؤكد أن الإدارة الأمريكية قد عزلت نفسها عن أي دور كراعي لعملية السلام لأنها وبمثل هذه القرارات أصبحت فعلا جزءا من المشكلة ولا يمكن لها أن تكون جزءا من الحل الخارجات الأمريكية قالت أن مقر السفارة سيكون في المبنى الذي يضم العمليات القنصلية في القدس قبل الانتقال إلى مكان منفصل بنهاية العام 2019 الوتيرة المتسارعة التي تسير بها الولايات المتحدة في هذا الشأن دفعت الفلسطينيين للتأكيد على أن أمريكا باتت غير مؤهلة لعملية السلام وأنها تتخذ إجراءات أحادية الجانب سبق رفضها من قبل المجتمع الدولي 128 دولة في الجامعية العامة للأمم المتحدة سبق وأن صوتت في ديسمبر الماضي لصالح قرار يدعو الولايات المتحدة إلى سحب اعترافها بالقدس عاصمة الإسرائيل واعترضت تسع دول وامتنعت 35 أخرى عن التصويت لصالح القرار الذي استبقته واشنطن بالتهديد بوقف المساعدات المالية التي تقدمها لتلك الدول الرفض الفلسطيني قابله ترحيب إسرائيلي حيث أشاد رئيس الوزراء بن يمين نتنياهو بالألان الأمريكي ووصفه بأنه يوم عظيم للشعب الإسرائيلي وقال إن تزامن نقل السفر الأمريكية مع ذكرى السابعين لقيام بلاده سيجعل الاحتفال أكبر توقعاتهم بتأجيج الغضب في فلسطين والتي شهدت اندلاع مواجهات بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية التي واجهت المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز بينما تعول فلسطين على المجتمع الدولي للتدخل للحي لولة دون الإقدام على تلك الخطوة طلبت واشنطن مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على عدد من الكينات الكورية الشمالية اتهمتها بالضلوع في عمليات تهريب نفط وفحم للدولة الأسيوية المعزولة في انتهاك للعقوبات الدولية المفروضة عليها يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عقوبات اعتبرها الأقصى على الإطلاق على كوريا الشمالية عبر استهداف أصول نقل بحري تابع لبيونج يونج وتستهدف العقوبات 56 سفينة وشركة نقل بحري وأعمال تجارية تقول الولايات المتحدة إن كوريا الشمالية تستخدمها للتحايل على العقوبات السابقة وقال وزير الخزانة الأمريكية ستيفن موناتشينا إن العقوبات الاقتصادية الحالية بدأت تحدث أثرا كبيرا على برامج الأسلحة الكورية الشمالية دعا رئيس مجلس نواب القبرصي ديمتريس سيلوريس المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوطه على تركيا فيما يتعلق بأعمالها الاستفزازية غير المشروعة داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القري للجمهورية وقال سيلوريس إن قيام تركيا بمناورات عسكرية بالذخيرة الحية داخل المنطقة البحرية القبرصية والمجال الجوي الوطني ومنطقة معلومات طيران نيقوسيا يخلق مناخا من التخويف وعدم الثقة لشركات العاملة بشكل كامل وفقا للقانون دولية وقال سيلوريس إن هذا نشاط تركيا غير المشروع هو دليل آخر على أن تركيا تقوض الأمن والاستقرار في شرق الأوسط عبر زعماء الاتحاد الأوروبي عن تضامنهم مع قبرص واليونان بعدما تهمت نيقوسيا تركيا بالتهديد باستخدام القوة ضد سفينة حفرة عن موارد الطاقة وقال رئيس المجلس الأوروبية دونالد توسك خلال مؤتمر صحفية إن الاتحاد يدعو أنقرة لوقف الأنشطة التي أدت إلى الحوادث التي وقعت في الآوينة الأخيرة تسعد رئيسة وزراء بريطانيا تريزا مي لإلقاء كلمة الأسبوع المقبل حول الشركة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد البريكزيت وسط مؤشرات من خفاض نمو الاقتصاد البريطاني بشكل أقل من المتوقع ما يفيد بأن الغموض الذي يحط بعملية بريكزيت يساهم في عرقلة النمو تسعد رئيسة الوزراء تريزا مي الأسبوع المقبل لإلقاء كلمة حول الشراكة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في مرحلة ما بعد بريكزيت مي جمعت وزراءها وعلى رأسهم وزير الخارجية بوريس جونسون ووزير المالية فيليب عامون لو مناقشت العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بعد خروج بلادها المقرر في مارس من عام 2019 وأفادت وثيقة صادرة عن الحكومة البريطانية أن لندن تتوقع أن تمتد الفترة الانتقالية بعد بريكزيت إلى ما بعد ديسمبر 2020 وبحسب هذه الوثيقة فإن لندن ترغب في صحب الإشارة إلى 31 ديسمبر 2020 كتاريخ الانتهاء هذه الفترة الانتقالية من الاتفاق الذي يجري حاليا التفاوض بشأنه وجاء في الوثيقة أن لندن مع تكرارها لأرابع رغبته في أن تكون مدة الفترة الانتقالية نحو عامين بعد بريكزيت الذي سيحدث في 29 مارس 2019 فهي تشير إلى أن فترتها النهائية ستتحدث بكل بساطة استنادا إلى الوقت الذي يستلزمه داد الشراكة المستقبلية كما استبعدت رئيسة الوزراء البريطانيا جراء استفتاء آخر بشأن ضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وقالت أنه لا تراجع عن نتيجة الاستفتاء التي أجري في يونيو من عام 2016 وبرغم خروج العديد من التظاهرات التي عرضت الخروج من الاتحاد الأوروبي إلا أن الفكرة لا قد صدا كبيرا في العديد من الدول الأوروبية التي تلزمها مظلات الاتحاد باستقبال المهاجرين وتشغيل العمالة الأوروبية المتعطلة ما شكل عبءا كبيرا على الاقتصاديات تلك الدول وجعل الكثيرين ينادون باتخاذ نفس الخطوة التي قام بها بريطانيا وهو ما قد يؤدي إلى تغيير مستقبلي في شكل خارطة القارة البيضاء أعلنت وزارة الداخلية الأفغانية مقتل ثمانية عشر جنديا وإصابة آخرين جراء ثلاث هجمات انتحارية استهدفت مقر الاستخبارات الأفغانية في كابل وقال الناطق باسم الداخلية ناجيب دانيش إن انتحاريا انفجر نفسه في قطاع شاش داراكا في كابل ما أدى لوقوع قتل ومصابين وفي الوقت نفسه استهدف هجومان انتحاريان قاعدة عسكرية ومركزا للشرطة في هلمند وتبنت حركة طالبان هذين الهجومين انفجرت ثلاث قنابلة في مواقع مختلفة حول مدينة سينوي عاصمة ولاية رخين استهدفت التفجيرات منزل مسؤول بميانمار ما أسفر عن إصابة شرطي بجراح طفيفة وتعاني ولاية رخين بميانمار من اضطرابات جراء العنف الطائفي والتمرد في بعض من أجزاء الولاية مشاهدين الكرام النشرة ما زالت مستمرة ومرة أخرى بعد فاصل قصير نعود لنستكملها بأمر الله أهلا بكم من جديد إلى سياق النشرة مرة أخرى في الأخبار المحلية يترأس رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال اليوم الاجتماع الثاني للمكتب والمكتب الموسع للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وذلك في ظل رئاسة المصرية للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط ومن المتوقع أن يشهد استكمال المناقشة بشأن مقر الأمانة الدائمة للجمعية البرلمانية للاتحاد والعرض الفرنسي المقدم لاستضافة المقر في مدينة مرسيليا وكذلك مناقشة الوضع المالي الحالي للجمعية فضلا عن مناقشة أنشطة الليجان الجمعية يشار إلى أن هذا الاجتماع هو الثاني في ظل رئاسة مجلس النواب للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط لهذا العام وذلك بحضور ممثل كل من البرلمان الأوروبي والتركي والإيطالية بالإضافة إلى رؤساء لجان الجمعية تستكمل اليوم الحملة القومية الموسعة للقضاء على فيروسي سي 2020 قوافلها طبية في عشر محافظات تبقت على مستوى الجمهورية كانت الحملة قد انطلقت قبل أكثر من الأسبوع في سبع عشرة محافظة وذلك في طار مبادرة الرئيس للقضاء على فيروسي بحلول عام 2020 وأوضح دكتور أحمد عماد الدين أراضي وزير الصحة والسكان أن الحملة القومية قامت بإجراء الكشف والفحوصات لتسعة وسبعين ألفا وأربعمائة مواطن تردد على 56 قافلة طبية منذ انطلاقها بالمحافظات التي شملتها الحملة أعلنت اللجنة القضاية المشفة على انتخابات نقابة المهندسين نتائج التصويت بخمس عشرة نقابة فرعية بالمحافظات المختلفة حيث فازت قائمة مهندسون في حب مصر بمقعد النقيب في ست نقابات فرعية وتجرى الإعادة على منصب النقيب في أربع نقابات فرعية بينما فازت قائمة الاستقلال التي يرأسها طارق النبراوي النقيب الحالية بمقعد النقيب في نقابتين فقط والقوائم الأخرى والمستقلون ينافسون على الإعادة بثلاث نقابات فرعية وكانت النقابات الفرعية بالمحافظات قد شهدت إقبالا متباينا لانتخاب رؤساء نقابات الفرعية ومجالس إدارتها والشعب الهندسية بالنقابة العامة شارك دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي في الأسبوع الأول لمتحدي الإعاقة الذي تنظمه جامعة المينيا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بدأ حفل الافتتاح بسلام الجمهوري الذي عزفته الموسيقى العسكرية ثم تقديم بعض العروض الفنية والاستعراضية شهد الافتتاح عصام البدوي محافظ المينيا وأحمد زكي بدر وزير التنمية المحلية الأسبق وعدد من النواب والقيادات الدينية تحتفل دولة الكويت بيومها الوطني الذي يوافق الخامس والعشرين من شهر فبراير من كل عام دائما ما تصف العلاقات المصرية الكويتية بأنها متميزة على كفة الصعود ومختلف المجالات حيث تطورت العلاقات السياسية بين قيادتي البلدين وشهدت نموا كبيرا بشكل خاص عقب قيام ثورة 30 من يونيو في مصر كما تشهد العلاقات الاقتصادية المتنوعة تزايدا مستمرا عاما تلو الآخر شكلت العلاقات المصرية الكويتية نموذجا متميزا ورائدا بدأت بالتواكب مع الدعم الكويتي للحراك السياسي والشعبي في مصر بعد الحرب العالمية الأولى وتعززت حين استقلت الكويت في عام 61 حيث أرسل الزعيم الراحل جمال عبد الناصر برقية تهنئة للشيخ عبدالله السالم الصباح وشهدت العلاقات الكويتية المصرية محطات مهمة ستبقى محفورة في سجل التاريخ وذاكرة الشعبين حيث اختلطت دماء شهداء في عدد من الحروب منها حربا الاستنزاف في 67 والعبور في 73 وحرب تحرير الكويت عام 91 العلاقات السياسية بين مصر والكويت ازدادت ازدهارا مع قيام ثورة الثلاثين من يونيو وتعددت الزيارات المتبادلة بين قادة البلدين حيث شارك أمير دولة الكويت في احتفالات تنصيب رئيس السيسي رئيسا للجمهورية ومؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي كمقام الرئيس السيسي بزيارتين للكويت الأولى عام 2015 والثانية عام 2017 احنا بنوزل هذه العلاقة بكل التقدير خرصين عليها جدا منها تل وتطور كل يوم أفضل من اللي أعمل بل كده والحقيقة لنا لمسته في لقائي مع كل اللي التقد بيومنا اما على المستوى الاقتصادي فإن معدلات الاستثمار المشترك بين البلدين بلغت 16 مليار دولار خلال العقود الأربعة الماضية بمتوسط 400 مليون دولار سنويا كما تحتل الكويت المركز الرابع ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر برأس مال بلغ نحو 3 مليار دولار فضلا عن المشاعدات الكويتية والتي دعمت الاحتياطية النقدي في مصر عقب ثورة الثلاثين من يونيو وتبقى المواقف المصرية الكويتية علامة فارقة استندت إلى تحقيق الوفاق العربي للحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ومحاربة الأفكار والتنظيمات المتطرفة أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تقديره لدور المصري في المنطقة وخلال استقباله وزيرة الاستثمار والتعاون دولي سحر نصر أشار الحريري لأن مصر دولة جاذبة للاستثمارات في عدد من القطاعات الوعدة مثل قطع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هذا وقد تنوى للقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين وترتيب العقد اللجنة العليا المصرية اللبنانية المرتقبة كذلك والمقرر عقدها بلبنان برئاسة رئيسي وزراء البلدين أمل أن في زيادة تانسة بالتطوع في مصر قام مجموعة من خريج الجامعات في مصر بتصميم موقع وتطبيق على الهاتف لربط الشباب بمختلف فرص التطوع سواء كانت في الجمعيات الخيرية أو في الأنشطة الطلابية المزيد في سياق التقرير التالي سعيا لنشر ثقافة العمل التطوعي منذ سن صغير قام كل من أحمد مكيوي خريج كليات الهندسة وهبعيات خريجة كليات إدارة الأعمال بتأسيس منصة اجتماعية لربط الشباب بفرص التطوع المختلفة هي أخيرنا في جيتر عبارة عن منصة اجتماعية عن طريق ويب سايت وموبايل أبليكيشن تطبيق على التليفون يعني الهدف منه أنه هو يوصل المتطوعين بأماكن التطوع فبالتالي أنت بتبقى كأي شخصة بتعايز تطوع بيخش على ويب سايت وموبايل أبليكيشن بتاعنا بيشوف كل فرص التطوع المتاحة في مصر كلها ويقدر يتطوع من خلالها بلس أن احنا كمان بنوصل الأنشطة الطلابية بالجامعات الخيرية فبالتالي بنخلي الطلاب بتوى الأنشطة الطلابية يشتركوا مع الجامعات الخيرية في الأنشطة بتاعتها المختلفة على مدار الساعة تاني حاجة بنحملها أن احنا بناخد الكيس من الأفراد أنت عندك كيس عايز تساعدها بناخدها عن طريق ويب سايت وموبايل أبليكيشن وبعد كأب ننزل نتأكد من الكيس ونهض معها ونتأكد أنها محتاجة لمساعدة المتاحة وبالتالي بعد كأب نبعدها للجامعات التي تساعدها نقول الأشخاص يضاري ساعدها ونجح المشروع في جذب أكثر من عشرة ألاف متطوع بجانب التعاون مع 77 جامعية خيرية ونشاط طلابية بمختلف الجامعات المصرية كما نظم الفريق العديد من الأنشطة التطوعية بوكسر خير ده كان كل نشاطه الرابي اتبرع بجزء من الشنط ونزلنا وزعناه مع بعض البطاطين كان حد يتبرع لنا بعد البطاطين وكان عايز نحن نوصله للناس اللي محتاجة وإحنا وصلناه الناس في الفيون تالت حاجة ده رأيتان نزلنا في الكريسمس كان في كذا حفلة شاركنا فيهم مع الجماعات اللي معانا ورابي حاجة عيد الأطحى نزلنا برضو مع البارتنرز بطعنا ووزعنا لحمة على الناس اللي محتاجة في كذا من تقف وعلى مدار 18 شهرا وجد الفريق أن أكثر من سلسل المتطوعين كانوا من الفتيات في مراحل التعليم المختلفة كلال شغلنا لاحزنا أن عدد البنات المتطوعات أكثر من عدد الولايات تقريبا بيكون 70% البنات 30% البنات أكثر محافظات اللي عندها نسبة تطوع بتقريبا القهارة والجيزة والسكندرية وفي السعيد أكثر محافظات بتطوع لأسر وأسوان بالنسبة لفئة العمرية تقريبا بتكون من 18% ل30 سنة طول جاية عايزين نعمل حملات توعية عن التطوع وأهميته في محافظات أسوان وزأزيق وطنطة بحيث أن نحن نزود عدد المتطوعين فيه تعد حرف التجليد الكتب إحدى أقدم المهن وقد شهدت قمة ازدهارها في القرنين الثمن والتاسع الهجريين في هذا التقرير مشاهدين الكرام نستعرض أهم مراحل تجليد الكتب من خلال عائلة عبدالظاهر واحدة من أقدم العائلات التي امتهنت هذه الحرفة تجليد أو فن صناعة الكتب مهنة بدأت في الصين وتم تطويرها في العصور الإسلامية وخاصة القرنين الثمن والتاسع الهجريين وقد توارستها الأجيال في مصر ومنهم عائلة عبدالظاهر في مطل عام 1936 الجد كان بدأ المهنة وبعد كده الوالد وإحنا الجيل الثالث في الموضوع كانوا بيجلدوا للشيوخ الأزهر والطلبة الأزهر وكده سنة 85 بدأنا نطور في المهنة شوية دخلنا خامات مختلفة جديدة زي الورق الفرنسيوي زي الورق الناتشرال بيبر اللي بنجيبه من الهند برضو دخلنا خامات مصرية زي الورق الباردي زي قماش الخيامية وده فتح لنا مجالات كتير بدأنا نتعامل مع أغلب الجاليات الموجودة في مصر من جزيات مختلفة سفارات كتير جدت عملت معنا بعد كده بدأ يبقى فيه شغل مع ملوك رؤساء من خلال ان احنا بنعملهم مضاياته كده ويستغرق حسام وفريقه ما بين ساعتين إلى ثلاث ساعات في تغليف الكتب منتجين حوالي أربعين ألف كتاب مجلد كل عام الكتاب بيبقى ملازم عبارة عن ملازم بتتفك الكتاب يتفك ملازم بعد ما يتفك ملازم يتخيط يتعادل تخيطه من جديد من جمع بعد التجميع بيركاب له البطانة بعد البطانة بيخش تتساوي الأطلاف تلك الكتاب بعد كده بيخش على مجال تدوير يتدور كعب عشان كعب أخذ شكل الهلال بعد كده بيخش على الكاب له الكرتون النهر بتاع الغلاف الخارجي بعد كده بيخش من حولة دق الكعب من الدق يدوي بعد كده بيخش من حولة الفينيش اللي بيركاب له بقى الخارجي بتاع وجلد طبيعي أو ورق بردي أو ورق فرنساوي أو كعب وأركان على حسب طلب السمون بيتعمل للفينيش كتابة على الكعب اللي هو اسم الكتاب اسم المؤلف لو دي سيريا اللي بتحط السيرل بتاعه دي آخر حاجة لكده بتقافل التام بخلصه وتحمل وشة العمل بين طياتها ماكينات يرجو تاريخها للقرن الماضي كما قامت العائلة بتجليد الكثير من الكتب الشهيرة على مدار الأعوام كتاب وصف مصر عملنا له الترميم بتاعه وعملت له علاب وفيه برضو كتاب اللي رحاله مشهور جدا اسمه ديفيد روبرس وكتاب اللي فيفعون ديو برضو من المشاهير اللي عمله كتاب وصف مصر هدفنا من خلال المهنة دي نحن نحافظ على المهنة اليدوية عموما من خلال نحن بنعلم ناس جديدة طول الوقت وفي نفس الوقت بنتمنى الاستمرار لمهنة دي مشاهدين الكرام الآن ننتقلوا لدرجات الحرارة وأحوال الطقس المتوقعة وذلك مع الزميلة نرفان العبد تابعونا مشاهدين اللايب أهلا بكم إلى نشرة جوية جديدة ليوم السبت طقس دافئ على السواحل الشمالية ماء للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على جنوب البلاد نهارا وشديد البرودة ليلان وتقل الرؤية في شبورة المائية صباحا وشوائب علقة نهارا على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة وصحب متوسطة ومنخفضة مع سقوط الأمطار الخفيفة على أقصى الغرب ومناطق من جنوب البلاد وننتقل إلى درجات الحرارة في محافظات مصر ونبدأها بالقاهرة حتى تسجل كبرى 26 والصغرى 15 ولجوء صفية نهارا وليلا وفي الإسكندرية تسجل كبرى 23 والصغرى 15 والجوصة في طوال الوقت وفي فرسعيد تسجل كبرى 19 والصغرى 15 حيث الصفاء وفي أسيود تسجل كبرى 30 والصغرى 14 والأجواء صفية نهارا وليلا وفي المنية تسجل كبرى 29 والصغرى 14 والجوصة في نهارا وليلا وفي شرم الشيخ تسجل كبرى 27 والصغرى 17 حيث الصفاء طوال اليوم وفي أسوان تسجل كبرى 34 والصغرى 17 والجوصة في نهارا وليلا وفي الأقصر تسجل كبرى 32 والصغرى 14 حيث الأجواء الصافية أما عن حلايب وشلاتين تسجل كبرى 30 والصغرى 19 وإلى أحوال التقص في الدول العربية والتي تبقى حول معدلاتها طبيعية في مثل هذا الوقت ونستعرض مع البيان بدرجات حرارة عدد من العواصم العربية ونبدأها بالعاصمة العربية القدس حيث تسجل كبرى 16 والصغرى 7 وفي دمشق تسجل كبرى 17 والصغرى 5 أما عن الرياض تسجل كبرى 22 والصغرى 15 وفي أبوظبي تسجل كبرى 30 والصغرى 20 وفي الجزائر تسجل كبرى 15 والصغرى 6 وأخيرا في ترابلس تسجل كبرى 21 والصغرى 14 وإلى هنا مشاهدين انتهت نشرتنا وإلى اللقاء مشاهدين الكرام هكذا انتهت هذه النشرة ولكن لن يتبقى لتذكرة بأهم العنوين انطلاق الحملة الدعائية رسميا لمرشح الرئاسة اليوم عقب إعلان الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين ومجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في سوريا غضب فلسطيني وترحيب إسرائيلي بنقل السفارة الأمريكية للقدس في مايو إذن مشاهدين الكرام نحن مستمرون معكم على رأسي كل ساعة في أماننا اشتركوا في القناة